السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة بيدقها الناس اللي بيشوفوا الحياة بس من حتة تانية بيشوفوا الحياة من المكان الحقيقي بيشوفوا الحياة من عند الله لهم دار السلام عند ربهم وبدأنا من حلقات في الكلام عن السلام في حياتنا مع الناس وده التلت التاني في رمضان وتكلمنا مبارح عن سلام الوصال ازاي نتواصل ونوصل لقلوب بعض من غير مكدرات من غير ما حد فينا يجرح قلب التاني من غير اشواك نوصل لبعض من اقرب طريق النهاردة هنتكلم والسلام في علاقتنا مع الناس مش بس معناه الاحساس بالراحة ان انا احس بالراحة لكن السلام بيبقى عافية في القلب تخلي الانسان بقلبه يشوف الحياة بالنور وتخليك تشوف الحياة بما فيها العلاقات برضو من عند الله سبحانه وتعالى فتحس ان العلاقة دي هبة من الله عطية من الله والانسان بيحس ان هو حي لما يشوف حياته من عند مولاه وهي دي الحياة الحقيقية مش الحياة اللي فيها كدب وفيها خداع ومش هي الحياة اللي الانسان بيكرب على نفسه ان هي دي الحياة لكن لما يشوف الحياة من عند ربنا حياته بيشوف كل تفاصيلها مليئة بالنعم واللي منها علاقتنا بالناس فالعلاقات يا سادة نعمة والاسرة على رأس العلاقات دي وعشان كده احنا بنكرر ان الاسرة نعمة سلام النهاردة بقى عارف النظارة اللي بتبقى في الوشوش السلام النهاردة ده مسؤول عن النظارة اللي بتبقى في القلوب ان العلاقة اللي بيننا وبين الناس تفضل حية تفضل صبحة مهما كان عمرها هو ايه السلام الحلو ده اللي يخلينا نتخلص من رتابة العلاقات والعلاقات الميتة والعلاقات البيتة والعلاقات المستهلكة هو ايه السلام ده سلام مهمة او اوي اسمه سلام الرعاية دايما بنكلمكم على ان في العلاقات فيه مهرتين مهارة انشاء العلاقات ومهارة سيانة العلاقات اعظم حاجة في مهارة سيانة العلاقات هي الرعاية فيه اصل مهم في العلاقات لازم نفتكر دايما ان العلاقات زي الشجرة ومساعات العلاقات بتبقى في امس الحاجة ان احنا نفهم ان هي شجرة وان الشجرة عشان تنمو وتزهو وتزهر محتاجين ان احنا نرويها فالشجرة محتاجة ري فلما بنرعاها ونسئ جزرها بتقوى وتمتد وتزهر وتطرع وتطرع ثمار قريبة العهد بربها اوى الله العلاقات تحس ان العلاقات لما تتسئل وترعى تحس جد ان العلاقة جاية بحنان جاية بنور جاية بدف جاية بمدد من الله ولما يقل الرعاية بقى ويقل الري للعلاقة تضعف وتزبل وتموت الرعاية يا سيدي هي ماء الحياة في العلاقات والرعاية تعال انفكر تاني الرعاية ايه تاني واجب عشان الرعاية دي هي شكر نعمة ربنا على العلاقات هي اللي بتخليك تدخل في العلاقات في قوله تعالى ولئن شكرتم لا زيد انكم انما الانسان يرعى العلاقة ده شكر لنعمة العلاقة نفسها فالعلاقة تزيد تبتدي تثمر في القلب السلام ومن الاشياء اللي بتفسد العلاقة بيننا وبين احبابنا حاجة شوية لازم ننبع عليها ونأكد عليها حاجة اسمها ايه الضمان الضمان يعني ايه يعني الثقة لا 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 الضمان ان انت تبطل رعاية الضمان ان انت تعتبره موجود ومش هيروح في حتة يعني اننا ضمنين وجود احبابنا في حياتنا وحبهم لينا فنهملهم او نكسل في رعايتهم خلاص لا نبذل الوجب اللي علينا في رعايتهم انا ضامن انه ما ما اثرت في حق احبابي وانا ضامن ما ما اثرت في حق امراتي هتحبني ما هي اصلية بتحبني وهي ضامن ان جزها حبه في قلبه حبه في قلبه مش هيتأثر ابدا لو هي مش مهتمة هيكون زي ما هو وانا ضمن عيالي انهم ما يفضلوا يقبلوا علي ويفرحوا بوجودي ويشوفوني اننا سندهم اول ما ارجع من البيت فعشان كده ما اهتمش ضمننا لأحبابنا انا اسف لازم اقول لكم الحقيقة دي ضمننا لأحبابنا بيقلل امتنا في قلبهم وبيحسسهم ان امتهم في حياتنا بتقل لما حد يحس ان هو امته في حيات حد تاني بتقل هو كمان بيحس ان ده بيتسرسب من قلبه حب اللي ضمنه ده بيتسرسب من قلبه لان الناس بيتعاملوا مع بعض لما يحس ان هم مهمين مع بعض وليهم لازمة لما يحس ان هم ما لهمش لازمة بتبدأ الازمة ازاي نتعامل مع ده مع مشكلة الضمان دي اللي بتهد كسير حياة العلاقات واللي بتهدد نمو العلاقات وان احنا نحصل على ثمرتها والسلام ازاي ازاي نقدر نتعامل مع الضمان ده اللي هنكمل الكلام عنه ولكن بعد الفاصل راجعنا لحضراتكم ما نشعر فيه زوجات ومحدش ازاي 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 وما فيش خنااتهم وما فيش خلافات المسؤول ومركز التراكمات اللي بيخلي الناس توصل الى الانفجار والامتلاء سبب الضمان وعدم الرعاية في العلاقة يعني انت ممكن تلاقي ناس وصلوا وقالوا احنا مش قادرين طب ليه مش قادرين لان انا حس ان حد شايفني طب هو بيئزيك بيدائك لا ده اكبر اكبر ازا ان هو مش شايفني احنا عندنا مبررات مشهورة طبعا انا هو ايرد لما احنا نقول كده ايرد عندنا ايرد بمبررات مشهورة وهي والله صلى الله صلى الله مسلا كسرت الاعباء فهيقول مسلا انا تعبان من كتر الطبوط العالية ومش قادر اتحمل وما حد ايجي جنبي لان انا خلاص مش قادر وهي تقول شغل البيت انا بشتغل برا البيت وجوه البيت فانا مش قادر مش قادر خلاص فانتو بتعملوا كده ليه في ناس العلاقات بالنسبة لهم وعلى رأسها الاسرة ان هي محل الاعباء اعباء النفقة والواجبات المنزلية وتربية الاولاد لكن لازم نعيش ان الاسرة مش عبئة على فكرة الاسرة دي نعمة ومدرسة بنتعلم فيها رجولة ونتعلم ازاي نستثمر مدد الله سبحانه وتعالى فالاسرة خزانة للمدد والاسرة اولوية والاسرة ايه اللي بيحصل الاهتمام فيها يخلي الانسان يحس ان هو بيعبد ربنا في محراب يبقى لازم نحس ان ما ينفعش ان العمل يجور على الاسرة لازم تسيب اعباء العمل على باب البيت وكل ما رعيت الاسرة كل ما ده خلى قلبك يحس بالوسع يحس بالانس يحس بالمحبة يحس ان اللي في قلوبهم حبك بيقووك وبيسندوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن ومسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتي الاسرة دي ما ينفعش ان هي تتحول الى عب لان كل ما ربنا سبحانه وتعالى طلب منك شيء بيعينك فهي مدد كل ما تعمل وكل اعمله فسير الله بيمدكم هو انت لما تعمل في الاسرة يجيلك مدد ربنا فما تقولش ان انت ما بقيتش قادر لا انت قادر انت بس كل الحكاية عايز اهتمام قدم اهتمام ويسيبك من ان الاسرة دي عب وتعامل على ان الاسرة دي نعمة وشوف الاسرة كلها تبقى ازاي تحس بيك انا اعرف واحد لما بس وشه يتغير البيت كله بيتغير علشانه كلهم بيتألفوا معاه وكلهم بيستندوه اعرف واحدة لو هي في تعبع العادي كل شهر البيت كله بيقف ويريحها ده اعرف ولاد لو بس تعكر مزاجهم اهليهم البوم ينخلع عليهم رعاية لان هم بيقدموا الرعاية فكل الناس بيبقوا حواليهم المبرر التاني بقى لقلة الرعاية مبرر مشهور اوي انا بقدي الواجبات اللي علي انا انا زي الفل انا بقوم بحقوق فلان علي انا بقوم بحقوق زوجي علي انا بقوم بحقوق زوجتي علي وامري ما اصرت ويكون هو حاطة مفهوم الحياة على ان انت ايه عندك شكات اوفها لك في وقت السداد بس بس هي الحياة على فكرة بيننا مش وحوق واجبات امر ما كان الحياة ما بين الاحباب حوق واجبات ابدا ابدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى واسع للرعاية لما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلكم رعا وكلكم مسؤولون عن رعيتي فالرعاية مش بس رعاية حوق والواجبات الرعاية دي مسؤولية مغموسة في الود ومغموسة في الفضل لدرجة ان احنا حتى لما نيجي نطلع من الزواج لازم نطلع بفضل ولا تنسوا الفضل بينكم فالقصة كلها موجود فيها سكينة وموجود فيها مودة وموجود فيها رحمة فالرعاية لازم تكون مليانة سكينة ومودة ورحمة رحمة بين الحبايب خير ما بين الحبايب جمال ما بين الحبايب فنخرج واحنا مش حاسين ان احنا قدمنا اللي علينا لا احنا عايزين نقدم زيادة لانهم احبابنا وكل واحد فينا زي بالتعبير كده يتفانى في حبيبه يعني يتفانى لانه هو بيعبد ربنا في حبيبه فمفيش فكرة الحقوق والواجبات مينفعش المبرر التالث والمشهور اخر ان يوم وده مبرر بصراحة بيبقى صعب او كده بيقول لي احنا عارفين ان احنا احبابنا عارفين ان احنا ان احنا بنحبوه فهي اكده اكده عارفة ان انا بحبها وهو اكده اكده عارف ان انا بحبه يعني يعني مش بحتاج ان انا اهتم ارعاه يعني ويجو بعد كده انا اسف يعني في تعبير كده سخيف شوية يقول لك احنا مش بحتاجين دلزيق مش بحتاجين كلام ملوش معنا الكلام ما بيجيبش معا احنا هم ما عارفين ان احنا بنحبوه الاهتمام والرعاية دي تعملوها الناس الغربة مع بعض احنا قريبين هو ابني محتاج ان انا اقول له ان انا بحبه ما هو عارف امال انا بعمل كل ده عشان مين هو محتاج ان انت تقول له بحبه هو سيدنا معاز كان محتاج ان حضرت النبي يقول له بحبه ده حضرت النبي ولكن قال له اني لا احبك يا معاز هو سيدة فاطمة كانت محتاجة ان حضرت النبي يقول لها بحبه ومع ذلك يفرد لها توب ويقعدها ويقبلها ما بين عينيها في السيدة عائشة كان محتاجة يقول لها ما يسألوه من احبو الناس اليك يقول لهم عائشة ما هو بيعبر للناس كلها وبغير يستحياء وبأقصى درجات العفة وبأقصى درجات الجمال يعبر عن حبه لزوجته في وصل الناس ودي أكثر حاجة الانسان لما بيعملها بيحسل قدامه انه لي ايمة لكن الانسان يتعود على الكسل وعدم الايتمام ويخليه المبرر بتاعه انه انه هم عارفين اه هم عارفين بس هم عايزين يحسه عايزين يشوفه ومع الوقت ينسى الاشياء المهمة لأحبابه وخلاص بقى مش معقول عنه قف عند الحاجات البسيطة دي والحاجات البسيطة تكبر 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 لغاية ما الحاجات يحس ان الحياة بتنفصل وتبقى فيه فجوة كبيرة جدا جدا ويخليه ما يقدرش يسعدهم ويكون اضافة في حياتهم خلاص ما بقىش قيمة في حياتهم احنا ننسيناك من حياتنا انت كت موجود وبعدين رحت دبت ضعت وحبابك محتاجين يحس بوجودك في حياتهم محتاجين كلمة حلوة محتاجين يتطمنوا محتاجين محبة محتاجين ان الحب اللي في قلوبهم يفضل يكبر ما يقلش وانا دايما بقول يا سادة لو سمحتم لا تراهنوا على الحب الحب مش جاي عشان نراهن عليه الحب جاي عشان نستثمره الحاجة الرابعة بقى اني ايه اللي حاصل يا سيدي انت ليه ما بتهتم ليه ما بترعاش يقول اقول لكم ما تزعلوش لا اقول لنا مش هنزعل انا بحافظ على هبتي هبتك زي الراجل اللي جاي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اني عندي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا افعل اذا كان الله قد نزعل رحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم ففيه ناس بتخاف ترع احبابها لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بيقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فيه ناس بتخاف ترع احبابها عشان ما يتعودوش على كده طب لو تعودوا على كده يهي اللي حصل لا افقد ما هبتي افقد ما كانت في البيت كده اقول الكلمة ما تستمعش الستة تعمل كده مع ابنها وتقول لا عشان يعرف ان انا بحسن لا ده مش حسن ده والعزب الله قسوة قلب لكن امتك في قلوب حبايبك واهلك بقدر الامان والانس اللي انت بتسببه بتغرسه في قلوبهم لكن لو ازشال ده الامان من قلوبهم ده ما تبقاش هيبة انا آسف يعني ده يبقى والعزب الله عجز ويبقى تعب نفسي طب ازاي انا رعي بقى احبابنا ما عدمناش غير حضرة النبي يعلمنا ده حضرة النبي يعلمنا اسكال بديعة رحيمة من الرعاية زي عبادة انا بحب ان نتكلم عنها كتير عبادة بياني الاهمية ان انا وبين اهمية اهمية وبين لأهلي لزوجتي واولادي اهميتهم ليه في حياتي انهم مهمين في حياتي انهم غاليين على قلب ابين لهم انهم نعمة وانهم ايمة مضافة انا من غيرهم ما اقدرش عيش بياني الاهمية دي عبادة من عبادات البيوت والعلاقات حضرة النبي يقول لي سيدة عيشة يا عيشة حبك في قلبي كعقدة الحب يقول لي سيدنا معاز يا معاز اني لا احبك ويكلم السيدة فاطمة يقول لها ان هي بيحبها ما يسيبش حد غير لما يقول له بيحبه لدرجة انه لما لقى حد بيقول على حد انه بيحبه قال له اجرأ اخبره روح وراه على طوله اخبره ان انت بتحبه يبقى اول حاجة حضرة النبي يعلم عننا ان احنا نعبر عن حبنا لأحبابنا تاني حاجة ان عبادة التفقد ان عينك وقلبك ما يبعدوش كتير عن حبايبك لازم ما تسيبهمش فترة طويلة لغاية ما يتصدي العلاقة لا لازم تطمن عليهم الوقت للتاني وتتفقدهم فلازم تتفقدهم وتشوفهم احوالهم ايه زي ما حضرت النبي كان بيتفقد السيدة فاطمة ويتفقد زوجاته صلى الله عليه وسلم وده كان المقصود انهم بيمروا على زوجاته كلهم كل يوم عشان يتفقدهم تالت حاجة الدعم لازم اكون دايما في الاوقات المهمة مش لازم اوقات الازمات بس في الاوقات المهمة اوقات الفرح اوقات مهمة اوقات الحزن اوقات مهمة اوقات التعب اوقات مهمة اوقات الازمات اوقات مهمة اكون انا اقرب حد من احباب فيحسوا ان الوجودي بالنسبة لهم امان وسند رابع حاجة ان انا لازم ادي له مساحة انه هو يعبر عن نفسه في وجودي وهو حاسس بأمان وود شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف جماله لما يسمع من ستين عائشة حكايات الزوجات مع أزواجهم في حديث المزارع حداشر قصة لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يخلي وجوده ما يمنعش السيدة عائشة إن هي تتفرج على اللعب الأحباش لما كانت تقول رضي الله عنها لقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظروا إلى لعبهم يا سلام على جمال حضرة النبي حاجة الخمسة إنك تشجعه على النمو إنه ينمو ويتقدم في حياته ويخرج أجمل ما فيه في مجال الدراسة في مجال العلاقات في كل المجالات الحياة رقم ستة إنه يشقر على رضا حبيبه أيها حلوة كلمة يشقر دي يشقر على رضا حبيبه يعني من وقت للتاني يشوف حبيبه رضيين ولا لا زي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول للسيدة عائشة يا عائشة إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني صاخطة إذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني صاخطة وإذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية فتقول له على طول شقر على حبه على حبه عند السيدة عائشة فتقول له والله إلا أهجر إلا اسمك يا رسول الله عايزين بقى إحنا بعد ما سمعنا كل الجمال ده عن سلام الرعاية ندخل ونخوض بقى تجربة سلام الرعاية تعالوا مع بعض ناخد إيدنا مع إيدين بعض كده ونمسك يد حضرة النبي تعالوا نقول السلام عليك يا رسول الله السلام سلام عشان يرد علينا السلام ونكون في حضرته صلى الله عليه وسلم تعالوا أول حاجة نعمل عشان نخوض علاقة نخوض تجربة سلام الرعاية لو في علاقة من العلاقات المهمة في حياتك فترت وضعفت بسبب الضمان والإهمال متي أس وتقول لنفسك إن هي مهما رجعت تبزل عمرك من العراقة دي لا ترجع زي زمان زي الأول لا في أمل إيه اللي يحصل إيه اللي حاصل المسألة إن الأمل موجود وإن الله سبحانه إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه فمعنى كده إيه معنى كده إن المسألة في يد الله وأن الله سبحانه وتعالى هيجعل محاولتك مليانة مدد ومليانة فضل فما تيقاس ما تيقاس ليه أنت ليه عايز ترجع زي الأول ما جايز ربنا يرجع لك العلاقة أحسن من الأول فما تيقاس وحاول ويبذل والله سبحانه وتعالى سيجعل مدده فيه فيما تبذل وقول اعمله فسير الله يبقى الله ببنى صبحانه وتعالى ينظر إلي عملك فاستمر تاني حاجة خليليك ورد من الرعاية لأحبابك ولو بكلمة حلوة ولو بطبطبة ولو باحتضان ولو باتصال بالتليفون بسيط ولو بدعوة حلوة بس الورد ده لازم يكون ورد سابق زي ورد القرآن زي ورد كده النوافل ورد ورد هي دي معنى الرعاية رقم ثلاثة خليليك ورد من الدعاء لأحبابك بظاهر الغيب كل يوم كل يوم اوعى تسيب الورد ده وربح حاجة عشان انت تستطيع ان انت تحس ان الرعاية دي بتعود عليك بالسلام وبتخليك في حساس بتدوب فيها لازم تبقى انت وبترعى ترى يد الله قبل يدك وترى حنان الله قبل حنانك وترى نور الله قبل بذلك وترى مدد الله قبل سعيك وعشان تعمل كده لازم تناجي الله سبحانه وتعالى ناجي ربنا سبحانه وتعالى وقول هذا الدعاء اللي يبتح صدرك للاقبال على الرعاية وتحس ان انت ربنا هو اللي بيرعاك خلي بالك فلسفة سلام الرعاية انها يحصل لك انت ان انت تحس بالسلام لما تحس مش انك انت اللي بترعى ساعة ما ترعى من تحب ترى رعاية الله لك هو دورة المعنى وعشان تقدر تجدد ده خليك دايما وانت بترعى ادعي ربنا وقول يا سيدي لقد رأيتك وأنت خزائنك كلها مفتوحة على حياتي ولقد رأيتني استقل تلك النعم فلم تقطع عني نعمك وعاملتني بما يليق بكرمك وبما يليق بودك فيا سيدي ما زالت نعمك تنزل علي فارفع عني حجابي لأرى أنوارك ورى أنوار ودك في أسرتي وأهلي وأحبابي تغمر حياتي وارزقني حلاوة النظر إلى الحياة بأنوار ودك يا ودود يا رب العالمين نسألك وأنت الكريم أن تجعل سلام الرعاية يوصل إلى قلوبنا ولايتك ومددك وحفظك وكرمك إلى قلوبنا فنهدى ونكون سببا لأمان من حولنا ونكون سببا لأمان أهلنا اللهم يا من أمنت كل من أقبل عليك نحن سنقبل عليك من باب الرعاية فاجعلنا من أهل السلام يا سلام يا سلام بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم المباركة أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا ولكن بعد الفاصل رجعنا ومع حضراتكم صفحتنا صفحت بن نامج ولا تعسره اللي من أتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل النور والمدد بنا ويفضل مجالس العلم مفتوحة على ساحة مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحت بن نامج ولا تعسره السؤال بيقول السلام عليكم كنت عايزة أقول حاجة وياريت لو حضرتك تقول لي حل لي دلوقتي بابا كل رمضان ينكد علينا لا حاول ولا قوة إلا بالله ويبطل يتكلم معانا وقبل الفطار بساعة يجي يشتم ويدع علينا ويرمي أي حاجة علينا وحتى في أز الصيام الصبح بيبقى مشغل أغاني بصوت عالي جدا ولا عارفين نقرأ قرآن ولا نصلي في يدوه بسببه وتكلمنا معاه بيزع وممكن يضربنا جامد احنا تعبنا بجد ومش عارفين نفرح بالشهر ولا نفطر زي باقي الناس في احترام وأدب هو بيكرهنا ملحوظة هو مريض نفسي وقالوا كانوا بيعملوا كده معاه بس ده مش مبرر برضه انه يعمل معانا كده كنت عايزة أعرف هل دعاء الوحش ده علينا مستجاب سؤال لطيف ايه اللطيف اللي فيه ان هو فيه عدة أمور لا دعاء بس ما طولش عليك دعاء دعاء الوحش عليكم مش مستجاب ان شاء الله ليه لان اذا كان حضرت النبي قال رفع القلم عن ثلاث ومنه المجنون حتى يفيق فعلمنا ان الانسان اذا حصل له اي نوع من انواع الاضطراب انا بتكلم على لفظ المجنون بتكلم على ان الاضطراب والاضطرار النفسي يمنع الانسان من انه يكون مكلف واذا كان يمنع الانسان ان يكون مكلف هو لا يدرك ولا يعرف ماذا يفعل بيكون الكلام ده انا عندي بس اشكال في هذا السؤال الاشكال اللي احنا عارفين ان والدنا عنده مرض نفسي وفي نفس الوقت واحنا عارفين ان هو عنده مرض نفسي زعلنين منه ده حاجة صعبة شوي المفروض اذا كنا عارفين ان هو عنده مرض نفسي عندنا تلاتة عبادات لازم نعملها العبادة الاولى هي التغاضي التجاوز هو ما يقصدش الكلام ده فلازم نتجاوز فزي العبادة الاولى ودي عبادة قد تصل الى حد الوجوب لان انت بتقول عن واحد هو مش مدرك اللي هو بيعمله او مش مريد اللي هو بيعمله ده وانت زعلن منه فلازم نتغاضي عن ده والتغاضي ده هو اللي هيدخلكم في عبادة ماذا؟ بر الولدين طيب ادي اول عبادة العبادة التانية عبادة الاستشفاء طلب الاعلاج ان هو لازم نروح لدكتور ولاني انا عايز اقول لكم بس مش الامراض الجسدية بس لو سبناها يعني احنا لو سبنا جرح من غير ما نغيرله ممكن يعمل غرغرينة الامراض النفسية نفس الكلام انتم متصورين ان هو كده ان اللي عنده ده عيقف عند الحد ده لا الامر عايز تفحل فلذلك لابد من العلاج وبشكل سريع العبادة التالتة اللي لازم نعملها اي عبادة مهمة جدا يا حسن الظن بالله وان الامر ده مش هيستمر وان احنا نحس ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الحالة اللي احنا فيها دي عشان نفهم ان احنا صادقين فيما نفعل اه يعني اللي احنا فيه دوت مش كرب وهم وغم ومنعنا من القرآن لا لا خالص لو انا شعورنا بالسلام ده من جوة كده انا ممكن افكر تفكيره اخر يعني هو لو مشغل القرآن لو مشغل الامر بصوت بصوت عالي انا ممكن احط حاجة في وداني واكمل قراءة القرآن ولا فيه مشكلة يعني ابتدي اتفاعل مع ده تفاعل التعامل مع ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لي باب من ابواب الصدق والصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وعشان كده يبقى احنا لازم نعفض ربنا بالتلاتة عبادات دول العبادة الاولانية التغاضي والعبادة التانية هي عبادة طلب الشفاء باخذ بالاسباب والتداوي والعبادة التالتة هي ان احنا نحسن نظن بالله ونعرف ان ربنا بعث لنا ده عشان يعننا ويربينا على ان احنا نكون صادقين ونفتح لنا باب من العطية الكبيرة اللي هي عطية الصبر التلاتة عبادات دولة مش هنعملهم غير لما نبص للموقف اللي احنا فيه ده على انه موقف في مدرسة ربنا بيعلمنا فيها ازاي نتعامل ونقبل عليه في كل الاحوال مش ان احنا لو ان الحياة بقت على سيناريو تاني مختلف عن السيناريو اللي وضعناه يبقى الحياة ديت كلها كد وعنت وانا مش هقدر عبود ربنا لا في عبادة ايه مفتوحة وعبادة الصبر وعبادة ان احنا نتغاضى فيه تلت عبادات ايه موجودة ومش لازم كل العبادات تكون قراءة قرآن بس لا في عبادات تانية ربنا سبحانه تعالى بيكرمنا بيها عشان يفتح الطريق بيننا وبينه ويرفع من درجتنا يا رب جعلنا من اهلي معرفة ما تفتح علينا من عبادات في كل احوال حياتنا يا رب العالمين السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عاوزة اعرف معنى الصوفية والهم فعلا بيفضالوا الحسن والحسين عن الرسول انا وصحبتي كنا بنتجادل بسبب اني بحب الصوفية وهي بتقول ان هم مش كويسين واحنا كازهر المفروض ما نبقاش صوفية هل ده صحيح وشكرا جدا لحضرتك الصوفية اسم بيطلق على ثلاث معاني شوية بس عن فصل في ده لانه ده مهم الصوفية بتطلق على العلماء الذين يدرسون علم التسكية فيبقى دولة من الصوفية اللي هم العلماء ورموز علم التسكية اللي هم درسوا هذا العلم زي الامام الغزالي زي سيدة ابو الحسن الشادولي زي ابن عطاء اللي سكندري علماء درسوا هذا العلم وتكلموا في التسكية فده فالتصوف اصلا بيطلق على العلم الذي يدرس التسكية ده جزء ويطلق ويطلق ايضا على تسكية النفس العملية نفسها اللي هو التخلق بقى ان الواحد يتخلق بماذا يترك كل قبيح يعني يترك الكذب يترك الحسد فيخلي قلبه من كل الامراض ثم يتحلى بكل مليح يعني ايه اللي حاصل يتخلق بالاخلاق الحسنة وينتظر ماذا ينتظر الوصل الصريح ينتظر الوصل من الله سبحانه وتعالى طيب يبقى ده الخلق يبقى عندنا فيه علم بيدرس ده والمفروض ان العلم ده المنتج بتاعه ده بيطلع عشان الناس تتخلق به فالناس بتتخلق باللي بينتجه العلم ده طيب وبعد كده يحصل يحصل بقى الصوفية دول اللي هم الطرق الطرق اللي هي الممارسات والتراتيب التي تمت لكي ينتظم الناس في السلوك الى الله سبحانه وتعالى يبقى دولة تلت معاني تلت معاني للصوفية اول حاجة محدش في الصوفية دولة خالص لا في العلم ولا في السلوك ولا في الطرق خالص قال ان سيدنا الحسن والحسين افضل من حضرة النبي ولا بيحبوه ما افضل من حضرة ابدا ده هما بيحبوا سيدنا الحسن والحسين لحب رسول الله وعندهم حديث اهل التدين كان بضعفوه يقول له احب اهل بيتي لحبي يبقى هما بيحبوا اهل بيتي رسول الله لحب رسول الله واحبوا واحبوني لحب الله لما يخذوكم به من نعم يعني لما الله سبحانه وتعالى يتولانا به من النعم فإلا حاصل وكأن الرسول الله بيقولنا أنا النعمة فأنا نعمة وعشان كده الله سبحانه وتعالى بنحب رسول الله حبنا لرسول الله يوصلنا لحب الله لأنه عطانا أعظم نعمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فده فده التصوف فده الصوفية فالصوفية ما فيش حد فيهم خالص يفضل سيدنا الحسن سيدنا الحسين على رسول الله بس صحبتك اللي انت كنت بتتكلمي معاها شوية واخدع على التدين الكمي التدين الكمي اللي هو دايما بيشيع بيشيع ان الازهر فيه علاقة ليه بالتشايع وبيشيع ان الصوفية ليه طيب ان الصوفية اليوم علاقة بالشيع وده كلام فاسد الصوفية اللي هو ما صوفية ما فيش حاجة في الدنيا إلا وفيها معتدل وفيها ضل عن الطريق فالصوفية كلهم المعتدلين ما فيش حد فيهم بيقول الكلام ده بس هي عايزة تربط ما بين الصوفية والايه والتشايع والشيع وده اكذوبة كبيرة دائما يروجها اهل التدين الكمي ليه هقولك حاجة ممكن تكون مش دخلة في اهتماماتك بس هي دي حقيقة لما جي التدين الكمي عندنا ويمكن اهل التدين الكمي هيصداموا اللي انا فاهم البعد اللي هم بيعملوه من بدري لما جي التدين الكمي كان احد اهم مشكلاته المرجعيات مشكلته الازهر ومشكلته التكتلات الموجودة فين الكتلة الصلبة اللي موجودة في المجتمع اللي تتعلق بالدين التصوف اهل الصوفية لان عددهم بالملايين مش في مصر بس في كل العالم فيعمل ايه بقى لازم يشوي سورتهم ويتخلص منهم ويفسدهم ويتكلم عليهم باسوأ الكلام الموجود طب مين اكتر حد بنحبه رسول الله يبقى نتكلم في علاقتهم برسول الله طب دولا بيدوبوا في قلي بيت رسول الله قال خلاص ما هنعمل ايه معاهم خلاص يبقى هم بيحبوا قالي البيت اكتر من رسول الله او بيحبوا قالي البيت وما بيحبهاش الصحابة الكلام ده كله كان ممكن يمشي مع الناس في غير مصر احنا عندنا في مصر انا عندنا حبنا للرسول الله بنطير بييجي بجنحين جنح حب قالي البيت وحب الصحابة وليزا اجتلقى البيت الولد الكبير اسمه ابو بكر والبلد الصغير اسمه علي ايه ده انتوا معن تكون الكلام اللي انا قلته لك ده هو ده الكلام المستقر عن الصوفية الصوفية علم الناس بتاخده عشان تتخلق به في ترتيبات ادارية لي وترتيبات دينية وترتيبات روحية موجودة في الطرق ممكن يخطئ بعض الناس ممكن يخطئ لكن في الاخر خالص هذا هو الكلام وفكرة الشبهة اللي اتقالت فيها دي عن علاقة الصوفية بالشياء هي اكذوبة وخرافة قديمة دايما بيقولوها هؤلاء الناس لان الناس دولة دايما كانوا هم سند اهل السنة في كل الاوقات وهم اللي وقفوا قدام الطيرات الكبيرة جدا 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 واللي حفظوا على مصر من اهل السنة هم اهل التصوف طيدة الوقت اللي ما كناش نعرف فيه التداون الكم ده ولا نعرف وجوه جمنين ولا نعرف المتطرفين دولة عرفوا الدين منين السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم بنتي بتاخد ادوية لمرض مزمن ثلاث مرات يوميا فماذا افعل لتعويض صيام رمضان لو اهتفضل تاخد الادوية دي طول حياتها والاطباء قالوا لها ما تصوميش تاني ابدا يبقى خلاص عن طلع فدية عن كل يوم لان خلاص المرض المزمن ده هي هتاخد العلاج ده والدكاتر قالوا لها ما تصوميش تاني ولا ينفع ما تصومي تاني خالص يبقى عن طلع فدية عن كل يوم من ايام الصيام تلاتين جنيه عن اليوم الواحد السنادي السنادي تلاتين جنيه عن اليوم الواحد هل تصوم؟ لا لو كان المرض مزمن ويمنعها من الصيام أبدا يبقى خلاص طب هي زعلانة عايزة تصوم أنا عايزة أقول لها إن هي لما بتفطر وتسمع كلام الدكاترة إن شاء الله ربنا يكتب لها ثوابها وكأنها صائمة وصحيحة إن شاء الله لكن إذا كانت هي بس سعتاخد الدول فترة معينة ثم بعد كده تعوض إلى الصيام يبقى تستمر وبعد كده تعوض الأيام ده اتنين وخميس ممكن تاخد لها عدد من السنوات في سنة واحدة لما تصوم الاثنين وخميس فتعوض الأيام اللي عندها يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن سلام من أحلى ما يمكن أن تباشر بشاشته القلوب لما يوصل السلام ده للقلوب يحس الإنسان بأنه صادق يحس الإنسان أنه رجل الرجل ده سواء كان ذكر أو أنثى السلام ده لما يبقى موجود أنا بحس إننا ربنا سبحانه وتعالى ملاني قوة ملاني مدد ملاني حب ملاني عطف خلاني ثابت ثبات المحبين السلام ده سلام الرعاية اوعى وتفرطه وهو وتأثره وهو وتخزله حد من حبيبكم ارعوه وحنوا عليه وتبطبوا عليه وخليكم قريبين منه وتفقدوه ودايماً قولوا لهم كلام حلو لأن الكلام حلو مش بيحل حيات حبيبكم بس ده كمان بيخلي قلوبكم تدوق شهد الوصال الرباني يا رب اجعلنا مع خير الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كل حال الذي رعى هذه الأمة وفتح لنا أبواب الجمال يا رب العالمين اجعلنا دائماً من أهل الحنان ومن أهل اللطف ومن أهل الرعاية بكرمك وجودك يا رب العالمين